اشتركوا في القناة بعد الحمل الشرسي اللي صارت من الطيران الروسي على الضيعة يعني خلال هالأسبوع المضى أكتر من عشرين غارة دمرت المباني الجامع المسجد مخيم البنى التحتية تأثرت الضيعة بشكل كبير حتى تهجرت أكتر من خمسين بالمئة من أهل القرية تهجروا وطلعوا برى الضيعة يعني لأجل هيك نحن عقلنا لازم نعلنها منكوبي الغارات الروسية طالت معظم أحياء معرزته وتركزت على منازل المدنيين والمرافق الحيوية كالمدارس والمساجد والمخيمات المحيطة فيها والتي تعرضت أيضا لقصف الاحتلال الروسي نحن كنا قاعدين بأمان الله الساعة عشرة بالليل ويجي الطيران الروسي بضربنا أكتر من أربع غارات ليلا وصلوا أسبوع الطيران الروسي يستهتف هذا المخيم للنازحين من ريف حمال الشمالي يعني ما خللنا شيء راح لنا شهيد وراح لنا سبع جرحة هلأ نحن كلاتنا قاعدين تحت الزيتون ومناشد المنظمات في الخارج وفي الداخلية تنظر بهذا الأمر وبننا خيم عشان نقعد نجمع حالة من أول جديد ونقعد كثافة القصف على البلدة دفع أهلها للنزوح عنها حتى باتت شبه خوية ويأتي قصف معرزيتا ضمن حملة تشنها طائرات الاحتلال الروسي وميليشيا النظام على الريف الجنوبي لمحافظة إدلب ترتكبها طائرات الاحتلال الروسي في بلدة معرزيتا من خلال استهدافها لوسط البلدة وأحد المخيمات على أطرافها محمد الفصل أورينت نيوز بلدة معرزيتا ريف إدلب الجنوبي